أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ومن الأحكام والآداب المتعلقة بالشتاء أيضا أنه ينبغي للمرء عند نزول المطر أن يأتي بالسنن القولية والفعلية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أن يقول عند رؤية المطر أول نزوله اللهم صيبا نافعا ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أي جعله صيبا نافعا للبلاد والعباد ولهذا قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيى به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة ومن الآداب أيضا عند نزول المطر أن يضيف نعمة المطر إلى الله عز وجل فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجوهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصر فأقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ومن السنن أيضا أن يحسر عن ثوبه وأن يتعرض للمطر حتى يصيبه ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه عليه الصلاة والسلام حتى أصابه مطر وقال إنه حديث عهد بربه أي أنه خلق الآن ولأن هذا من الفرح بنعمة الله عز وجل واقتداء وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآداب والسنن أيضا أنه إذا كثر المطر واشتد وخيف ضرره أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون أودية ومنابت الشجر ومنها أيضا أن يقول عند سماع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فقد كان عبد الله بن الزبيض رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ولم يثبت شيء من الأدعية والأذكار عند رؤية البرق لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ومن الآداب أيضا أن يحرص على الدعاء عند نزول المطر فإنه وقت فضل ورحمة من الله تعالى على عباده وهو مضنة لإجابة الدعاء ولهذا في حديث سهر بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنتاني ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر